علي ياسر باقي معنا دقيقتين أبعطيك منها دقيقة تقول لي في خطرك طلبناهم ما جوا طيب أنا رسالة أوجهها لصالح القحطاني وعبدالله الشهراني وعلي الكلتمي هذا الثلاثي أنا ما ودي أصنفهم كثلاثي أنا ودي الأيام المقبلة أصنفهم كفرد كصالح وكعلي وكعبدالله لأنهم حقيقة في الأوقات هذه بالذات وجودهم بعض يعتبر ضعف أنا أتكلم مجهة نظري موجودهم ما بعض في هذا الوقت يعتبر ضعف لعدة أسباب أولاً ما تفرق عن غيرك لما أنت تغيب في الوقت الذي يعتبر مهم بالنسبة للجمهور فترة المغرب فترة العشاء فترة العصر وتأتي آخر الليل ساة ثلاثة وتعمل الجو بسيناريو مهزوز بالنسبة لي أنا أنا كقناعة شخصية بالنسبة لي بسيناريو مهزوز أنا ما أعتبره شي جيد أبداً ثانياً أنا ليش قاسي عليهم بعض هالكلمات لأنني أنا أعرف صالح بداية البرنامج وأعرف علي بداية البرنامج وأعرف عبدالله يا أسر يا زينها زينة طيب وأعرف عبدالله بداية البرنامج كانوا جداً أقوية حالياً والله ثم والله أتمنى أني ما أشوفهم مثل ما شفتهم بداية البرنامج وأنا أتمنى نشوف هالمقبع ونرجع ثمان ثوانية وعشر طيب طيب يا أبوي أنا أحبك واشتاقلك وعجد وانتكيع وتكبر طيب كم مني سعد طيب ما شاء الله ربي يحفظهم ما شاء الله يخليهم رسالة وصلت الأهم من هذا كله أنا أتمنى من الشباب يتعايشون في البرنامج مع الكل ويصنعون شي جميل مثل ما كانوا أول ثانياً لا يصنعون أحداث لا يصنعون أحداث من وجهة ناظر الآن سخيفة وتطلع مو حلوة قدام الشاشة بالعربي هم يشكدون حزب مستقلين بالعربي يصنعون حدث معين في الكواليس يطلعون يسوونه على الهوة ليم أخلي